بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبذوكم أيكم أحسن عملا أهو العسيس الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوته فرجغ البصر هل ترى من فطور ثم ارجغ البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد سينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيطا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقع فيها فرج سألهم خسنتها خسنتها ألم يأتكم نذير قالوا أقد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير أقالوا لو كنا نسمع أو نعطل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أبجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق أهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رسقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاشبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبله فكان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمثكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرسغكم إن أمسك رسغه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهداء من يمشي سغيا على صراط مستقيم قل هو الذي أنرشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا لذير مبين فلم أرسل فتنسيئت وجوه الذين كفروا الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدغون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه تغكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله المولان العظيم